بسرح استنى استنى الإمارات هذه ما هيش مطبعة ما هيش هي رأس التطبيع ما هيش هي اللي واقفة وموقف رهيب في موضوع التطبيع وفي دعم الكائن الإسرائيلي إلى آخره لماذا إذن تنزعجونا من النظام المغربي بدأ ما يطبع ما دام رأكم رايحين بعيد مع الإماراتيين نزل نوري لكم حاجة سيد الفريق أول ساعد شنقريحا رئيس هركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل رئيس المشارك لللجنة المختلطة الجزائرية الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري وذلك يوم الأربعاء الفاتح من فبراير بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبلها اللواء مبارك سعيد غفان الجابري اللواء وهو الرئيس المشارك لللجنة المختلطة الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات والدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتي هذا الشخص والجنات اللي جوا معاه وههم يحضروا المرة الحدي عشر هذي الدور الحدي عشر هؤلاء يجوا يحضروا باش يدوا مشاريع الجزائر باش هما يجيبونا المصانع من عند الصين من عند الألمان يشرنا من عند الطيليان لماذا نمروا على الإمارات إيطاليا أقرب لنا إيطاليا من جهة عن نابا مئتين كيلومتر ألمانيا أقرب لنا إمارات ألمانيا ستلاف لسبعة ألف كيلومتر الصين عندنا علاقات معها قبل أن تولد الإمارات لماذا نمروا على الإماراتين تعرفوا لماذا لأن جزء من الأموال تتحط في دبي وفي أبوظبي وفي الإمارات جزء من الأموال المنهوبة الرشاوي التي تعطى لجيوب الجنرالات تتحط في الإمارات ومع ذلك تمر المبلغ الآخر إلى هي مليار دولار تتنح منها مليات مليون دولار رشاوي أو إلى خمسين مليون دولار والمبلغ الآخر يدفع للصين ولا يدفع لألمانيا ولا يدفع ويتزيد ويتزيد أننا ندفع أيضا للإماراتيين لأن الإماراتيين يجيبوننا من عند الألمان وين هم شركاء وين هم مستثمرين من عند الطليان وين هم مستثمرين من عند الصين وين هم مستثمرين يعني في شركات مستثمرين في هذه الإمارات بمعنى الإمارات تربح فينا لأنها تبيعنا سلاح هي مشاركة في شركات اللي مصنعاته تعرف هذا السلاح اللي يجي وما يجيش تعرف كل شيء ويزيد كأن جزء من المال يبقى في الإمارات لأنه رشاوي وهكذا تعرف هي جيدا شكون هو شكون من الجنرالات المفسدين الفاسدين المرتشين وأموالهم اللي رأوا هناك بالمناسبة كثير من الجنرالات اللي رأوا في الحبس رأوا عندهم ملايين دولارات وكالي عنده عشرات الملايين دولارات خاصة هذا الشواقي اللي كان مكلف المشتريات الخارجية رأوا في حبس البليدان ورأوا قريب يموت والأموال رأي هناك طبع الإمارات من بعد حطي يدهى عليها وامتهى الموضوع لماذا؟ وخاصة أن هذه الإمارات لو كان جوا بمنطقكم من تحى التطبيع رأي رأس التطبيع فاقتهم كلهم أكثر من المغرب ومن الأردن ومن مصر ومن سودان أكثر منهم كلش الإمارات الإمارات عندها تدريب طيران مستمر مع الكيان الإسرائيلي الإمارات كانت تتدرب وتقصف مع إسرائيل وولئية المتحدة في العراق وفي سوريا الإمارات كانت تقصف مع الكيان الإسرائيلي والطيران المصري والإمارات في السناء هذا كله مكشوف ومكتوف صحافة الغربية إذن قولكم وزعمكم أنكم قطعتوا الحدود وغلقتوا الأجواء لأن التطبيع هذا كاذب لأنكم مطبعون ولكن بطرق ملتوية وطرق خبيثة هذا لا يعني أن الذين طبعوا جيداً نحن ندين التطبيع في السر والعلن المباشر والمتلون لأن الكيان الإسرائيلي لن يريد لنا خيراً أبداً ولو أراد خير لتقاسم فقط تقاسم فلسطين كما قالت ما يسمى بالقرارات 80% من فلسطين وما زال يريد يخنق الناس إنكم تكذبون على الناس وتخادعون الناس وما تقولونه ليس صحيح إنما هو قمة الكذب قمة الكذب ولذلك عندما يرفع الناس الشعارات هذه فهم يرفعونها وهم صادقين فيما يرفعون صراحة إنهم صادقون فيما يرفعون لأنكم مجرمين وكاذبين ومخادعين تماماً واتكون عندهم شرعية فلسطين ليجينيرو السوسة الفرنسية عدالة بلا ميزان الصحفة مجرية يلا حرار موريا